رسميا نحن غير موجودين هذا ليس سجنا عاديا فلا توجد وثائق أو أوراق تشير إلى وجودك وإذا قتلت في سجن العزول فلا أحد سيعلم بذلك هكذا لخص أحد المعتقلين السابقين في سجن العزول العسكري مأساة مئات المعتقلين في سجون الانقلاب حسب ما كشف تحقيق لصحيفة الڭارديان البريطانية وإذا كانت الكثير من القصص تروى عن معاناة ألف المعتقلين في عهد ما بعد الثالث من يوليو فإن معتقل سجن العزول يعانون من التغييب إضافة إلى التعذيب ففي هذا السجن السري الذي لا يمكن تصويره لوقوعه داخل معسكر الجلاء العسكري بمحافظة الإسماعيلية يتعرض المعتقلون لانتهاكات وتعذيب منهجي بعيدا عن أي رقابة قضائية بحسب تحقيق الڭارديان الصحيفة التقت بثلاثة معتقلين سابقين في سجن العزولي كشفوا عن العديد من أساليب التعذيب الممنهج بالكهرباء والضرب والتعليق من الأيدي لساعات طويلة فضلا عن الانتهاكات الجنسية معتقل سابق تحدث عن ما سمه بحفلة الضرب وعن إصابته بجرح نافذ في فكه كان يكفي لوضع إصبع بداخله بينما روى آخر قصته مع التعذيب بالكهرباء لإجباره على التعرف على قائمة أسماء لا يعلم عنها شيئا شهدت المعتقلين السابقين أشارت إلى أن أغلب المحتجزين في السجن تعرضوا للاعتقال العشوائي من دون أدلة ما يضاعف من مأساتهم حيث يجري تعذيبهم دون توقف إلى أن يدلوا بأي معلومات تبرر استمرار احتجازهم ومما يضيف إلى خطورة الاعتقال في سجن العزول بحسب الصحيفة هو الطريقة التي يحتجز بها المعتقلون خارج النظام القضائي وفي ظروف تسمح لمسؤول السجن بالتصرف بحرية دون الخوف من أية عواقب ورغم أن رقبة القضائية المفترضة لم تفعل شيئا لألاف المعتقلين الآخرين في السجون التابعة لوازارة الداخلية فإن احتجاز المعتقلين في هذا السجن العسكري يمثل جريمة اختفاء قصري تضف إلى ممارسات القمع التي شهدتها مصر بعد الانقلاب العسكري والتي وصفتها منظمات حقوقية محلية ودولية بأنها الأوسع نطاقا في تاريخ مصر الحديث